سلام 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 تولموند سلام الفحلات ان شاء الله تكونوا قابخي لنجدكم فيديو جديد فيديو تال اليوم قبل مبدأها نحب قبل فحلات اللي نضم معي على قناة الفحلة وعلى صفحتي على الانستغرام اللي دايما يتوصلوا معايا نشكركم بل بزاف الانضمامكم لها بالنسبة هنا جزء باش نقول لكم ليس قصونا لقائمة بيت الخزين تعشتها هنعود نحطها لكم في الايام القادمة ان شاء الله بصورة واضحة اكتر هنا يا كنت اليوم نحضر لكم على الدخول المدرسي هذي الكلمة تخلعني قليل كي نسمحها نتبانيكي كون كيمانا يا حرطوا لي في الكومنتر يعني قبل ما بدأوا دايما تنسونيش بالجام كومنتر حلو كيمانتما والصلاة والسلام على رسول الله كما هضرنا اليوم اليوم نحضروا على الدخول المدرسي ميزانية الدخول المدرسي التحضيرات اشياء كثيرة لنا في الدقيقة يعني الدقيقة الاخيرة ما مازلناش بزاف ولكن كان اشكال كبير للغاشقة ميخموش فيه ولا يتناسوا في الدخول المدرسي لدي من خليني نظر عليه قبل عولة الشتاء قبل كلش لانو كل حاجة تستنى أبقى الدخول المدرسي عنده مدة محددة وصورة هذا العام يعني ما لابناش اكتش حيكون الدخول يعني ما حطوش بروغرام يعني باين على بيها يعني ما لابناش اكتش حيكون اللوفان ولا في الاسابيع الاولى من شهر يعني سبتمبر على بيها رغنا محصورين في الوقت يعني اذا كان حيكون الدخول المدرسي في الاسابيع الاولى حيكون صعبة يعني نكون مازالا عدنا ميزانية تا 7 اوات ولكن دا كان في الاسابيع الاخيرة باللوفان الفوق يعني حيكون عنا الابيبار يكون مازال ما خلصوش بالنسبة هنا كما على بيباركم الابيبار يبدو من 14 عطلة يعني 14 18 كان الابيبار كان يغطريتي كان حتى اللي الحق يعني 30 على بيها كل واحد كيفا حيكون الدخول مدرسي كان لي حيكون عليه شوية صعبة لانو اوات ما زالنا في عطلة يعني حيكون عدنا مصارفة العطلة في هذه الشهرية او مامتو ما زالنا في يعني تحواس كياني راهم كونجي هدوين خرجوا كونجي هدوين تطلعوا للتحهم يعني شهر اوت هو العطلة ديالهم على بيها راح يكون سبتمبر الدخول الاجتماعي وحيكون فيها مصارف كبيرة منها يعني مصارف النقل للازواج يعني بصفة خاصة يكون فيها تانيك اه نقل الاطفال كياني يقرأوا شيء بعد المدارس تحهم يعني يحتاجوا دائما مصارف في النقل كينتانيك حاجة كلمة ملابس جديدة مآزر ادوات مدراسية محافظ يعني ما حتى الكتب والكراريس لحتاخذ ميزانية كبيرة ودفورة لهذا شهرية اوت لازم تكون محددة يعني هذه الشهرية لازم يعني يكون تحددوها من ذلك لما شكوا حتى معاولين يعني الاستثمارات بإدخالتها ونقضيها يعني نحاول على الأقل اني نصحكم انكم تديروا اقتطاع من لبايت تعكم يعني نهضر دائما الاقتطاع هدا يكون قبل ما تبدو تقسم لبايت تعكم تأشهر اوت اقتطعوا على الأقل من يون و لا زجونيين تخبوهم يعني للدخول المدرسي حاولوا انكم تنقصوا في الحاجات اللي عندكم عندكم محافظ حاولوا انكم تغسلوهم استغلوهم تخبوهم عندكم ادوات لبس بها مازال كاراريس مقيين يعني جديد قاعدوكم لانيباسي حاولوا انكم تحطوهم حاولوا انكم تنقصوا على روحكم شوية مصاريف حاولوا تاني كما من مؤاذر اذا كانوا في حالة جيدة اغسلوهم يعني خيطوهم حددوهم ووجدوهم لهم سيباربانك الشاكاني تشوكي ما لابلكم مؤاذر هي مئة الف مئة وخمسين لحسب السن وكل شاهو يزيد يعني كل شاهو التمنتاع وحيزيد والسبتامب سيغطو يدخلينا حتى السبتامب حلقة والأتمينة اغلى اكثر فا اكثر كما اشتو في الفيديو الماضي قد قسمت معكم مشترياتي لدخول مدرسي قد ديجا شريط الكتوب اللي قد استغليتها لقد قمت بجرد يعني وش عندي كراريس يعني الكتوب كنت شريطها لدنيا وفو سقامت لي ديجا 300 الف يعني اني نقص على روحي صاملة بس بها والباقي يعني احن نشري الكراريس وشنو قد حتى انخمل جوش عندي ونشوفوش قاعد وش منشري وش منشريش باش منزيج على روحي مساريف زائدة ينسيج هذه المصاريف يعني اللي قد شريتهم قد شريتهم لبيت تجويلية يعني مبالغ تجويلية قدرت التقسيم وحطيت في بلد دخول مدرسي دو كان هذا المبلغ ليقعد لي معاولا نشري به الكراريس والمحافظ يعني هده هما الحاجات اللي يام ايام القادم نحاول على الاقل اني نخلي ادخارات اخرى للشهر القادم يعني ان مع الدخول مدرسي نلقى مبلغ على الاقل يكون مليون محطوط نقابل به الدخول مدرسي بارياحية وفريكم ان تحطو لي اسكو يعني رابيت تعكم هادية تعقوط وانكم عمانين تحطوها يعني اسكو في الدخول مدرسي والاكيفة ما عمانين تقسموها هكا باش نعطو افكار من بعد عنا بالنسبة له هاده المبلغ موهوش كبير بزاف يعني مش ندخل فيه ملابس الاطفال ملابس الاطفال دايما نقول لكم في العيد ملابس الاطفال يحطو في بالهم ملابس الاطفال يحطو في بالهم بلها دكو ملابس يحبوهم لهم الدخول مدرسي هكا يقعدون شروب فترة السبتم تكون صخانة بعد مباشرة ندخل ملابس الخريف والشتاء انا بنفضل ان يشينهم ملابس الشتاء والخريف بس كنت تصيف حاجة خفيفة وراهي فلات بالنسبة لي كنت وردت لكم نحاول ان نصول لكم عند الرحاية يعني باش نتشوفوا ابي بخي الاطمينة على الكاراريس حراهي احنا نعطيكم افكار جديدة كباش تكون لابا لكم بلي هما يبيعوا موين شاق في الكاراريس لابا احسبوا السماء بها نروح نتأكد ونحط لكم الفيديو ان شاء الله في الايام القليلة القادية يعني لا تكون اتمينا لابس بها لازم تانيك نشوفوا النوعية سوطوف المحافظ اللي تخوص هذه الحاجات نحاول ان نشرهم ليس اللعم واحد ووارمي نحاول دائما نشرهم لمدة تقعد لهم لابس بها على الاقل يكون عندهم الدوب يعني محافظ كل طفل عنده وزوج في الدار او مخلو تقطع له في وسط العام الدراسي حاجات كما هكا كما هدوما اللي تخوص بزبزف هاليا دائما نحاول انشي هذه النوعية راح يكون ثم تكون غالية كتر من الاخرين يعني هادو ما يجو بزف كما كتو فيهم يا بسين جايين صوليد ما يشي تقطع يعني السيليويتو ما يقطعوش لا تخوص فاسيلا وان بلتو دو سافة متو كلا اقتحوا من احا حاجات تانية لداخل يعني اكبر من تسعين جي فيهم كلش يعني المصدارة جي فيهم كلش الالوان كمية كبيرة هادى الطريقة هنا نوريكم جست يعني ملعام ليفت كما قاعدت تلاقي نحاول دائما ان نشري هادى النوعية راح يكون ثم تاعو اغلى كما قبت لكم واقع لا يديرو مية وخمسين الف لاتخوص ولكن يشدو يعني الحاجة من النوعية المناحة انا دائما نفضل حاجة كما هكا يكونوا نوعية ولا سيبالعبين يعني دائما كنوحو نشرو الادوات المدرسية نشوفو في المستقبل قريب تحت البعيد ما نحاولوش ان ننشول هادى النهار برق كما هادو ما ننصحكم بهم يعني المنصاقات على الكاراريس نشي دائما لباكي الكبير انفا بوغتوت يعني شتلاع من ثلاث سنين ما نحاول شكاع دائما عندي هادى المنصاقات في البيت يعني ما قعدش دائما نشري بلوحدة ولا بزوج ولا ولا هادى كورقة وحدة نشي لوا باكي كمبلي و انتهنا بالطبع دائما كيت كون عندكم بحبوحة مالية ولكن عندكم هكا فائد مالي حاولوا دائما نشرو هادو الحاجة نعطوهم في البيت كما الاترس التلوين كما بزاف حاجته هكا نخبيهم منهم في البيت يعني كارلس خارجية كي نكون دائما نجوز ونشيل هادو الحاجة نخليهم منهم على طول العام بهادى الطريقة دائما كنكون معولة على مادة معينة نقريها لهم ولا أي شيء لا نستطيع أن نزيد على روح المصاريف ونكون في دقيقة مالية بالنسبة للغوتي دائما نضع مبلغ مالي للغوتي مباشرة نحن نشي عند الغوتي هم الأطفال يحبون بزاف كونتي أشكو يعني يحبون بزاف دائما نحاول نشي الباك الكبير عند الغوتي مع البيسكويتات تشكفوا وش النوع عليهم في هذه الطريقة ننقص على روح الضغوط وبالنسبة لهم في عطلة ننصحكم أنكم تقوموا بميزانية التي قاعدت لكم من جهة حتى إذا كنتوا عطلة وخرجتوا للبحر وكذا حاولتوا أن تنقصوا لكم مصاريف خارجية يعني لا يستطيع مبلغ مالي ننصحكم أنكم كراريز تدخلوهم حتى تدخلوكم إلى سبتمبر لكن هذه الأساتيات والله والحمد لله يكونوا من جهة الشميع لنبدأوا البرنامج بلنزل لهم الكراريز بلنزل لهم بلنزل لهم ويبدأوا لهم خارجية على أفكار راسية و بعد أن يبدأوا البرنامج يبدأوا البرنامج في نهاية سبتمبر يعني بداية أكتابر يكون لديكم الوقت الكامل يعني لا تضغطوا شرحكم على كل حال حاجة ما راح تجرينا باش نبدأ على رحنا ضغوطات انا واحدة كما قلت لكم اغنس مع هادا كلمة الدخول مدعسي نضغط بالنسبة كيفية الدرس يعني اطفالك واحدة احطت لكم يعني نفس الشيان عندي سنة الرابعة وسنة الاولى يعني كيمة هي سبحان الله على بها هادا العام بازي اكترا على السنة الرابعة ونحن نحاول عودنا في السنة الاولى دايما يطلعوا اطماتيكا يعني لا يعودوا سنة اولا على بها هما مالبخوكا غامتحا حيكون خفيف يعني غير يتبازي لهم على الحروف على القراءة على الكتاب على الاملاء هادو الحاجات اللي لازم تبدأوا بهم وبينسيرت نقصوا على رحكم دايما نحن نحن في المدارس دينا من شافة اسكنتو ما نفس الشي يخرجوا عزو جونس السنة الاولى والثانية وتع الثالثة والرابعة والخمسة يخرجوا عربعة وربعة يعني دايما كيخرجوا عزو جونس نحاول ندرسها هي الاولى وحدها وتع الربعة وربعة كيخرج باش نحن ندلوا واجباته الدراسية ونقرره بهذه الطريقة بيكونوا شعريات ضغط كبير حاولوا انكم تقسموا وقتكم دايوا برنامج تاني كتا تقسيموا الوقت الدراسة بهذه الطريقة ودايما ننصحكم نصيحة انكم تبازيوا على الفصل الاول يعني الفصل الاول هو مفتح على الفصل الاول اذا بازيتوا على الفصل الاول خليتوا خرجوا باحسن نقاط في الفصل الاول حال قربكم مع الطفل يعيه في الفصل الثاني وفصل الثاني يحسوا الدغوطات ودروس تسكاتر عليه حاول انكم دايما تخرجوهم بمعدل منح في الفصل الاولى ثاني كيما قلت لكم الوقت جد مهم كيكون عندكم الطفل يقرأ عزو جونسول لا يخرجوا جيابكري حاولوا تلفزيولو ونصحكم عندهم اطفال في سنة الاولى يعطوهم التلوين هذا الكاريز التلوين جد مهم من الاطفال بس كي يتعلموا كي يشدوا القلم يتعلموا منيح انه الموسكول تديهم يعني يكونوا صحاحة بها التلوين وثاني كيان هدو الكاريز الخارجية لغات كيان مهمتع رياضية لغة عربية فرنسية وانكليزية طيباء عبزز هيلة يتبعوا البروغرام سكولير يعني يتبعوا البروغرام تعمى دارس نتمنى انكم تتعلموا ويتبعوا في البيبيوتك عادي برتمينا بسيطة دائما نحاول ان يشيهم لهم ونضعهم لهم ومام الالوان فيهم وكي يتيرهم خير من الكاريز والكتب المدرسية مالباريش على هادو بعض الناس حاولت نتقاسمهم معكم نتمنى انهم دخول مدرسي موفق بإذن الله ان شاء الله ونتمنى لكم توفقوا قاف التقسيم للشهرية هذه المرة ان شاء الله سيختوا هذه المرة لاننا نحق نهاية الفيديو لا تنسوني بجامكم لا تنسوا اعطوني افكاركم قولي لولادكم اما سنقرأوا هكذا لنأخذوا افكار من بعدنا الان اقول لكم تهلا وفرحكم والسلام عليكم شكرا شكرا شكرا